قال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار الخميس إن الأمريكيين طلبوا من بلاده إعادة دراسة العملية العسكرية التي تشنها أنقر على الأكراد في شمال سوريا موضحاً أن الرد التركي كان بمطالبة الولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها وأوضح خلوسي أكار الأمريكيون طلبوا منه إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد الإرهاب شمالي سوريا وفي المقابل طلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم جاء ذلك بعد أعلان وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أبلغ نظيره التركي بأن واشنطن تعارض بشدة شن أنقر عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا